أهلا بكم تنطلق والانتخابات في الداخل لمدة ثلاثة أيام الإجراء التالي يتمثل في انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة إلى جانب قرارات اللجان العامة بشأن الاحترابات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع إلى جانب إعلان الحصر العددي للأصوات تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات يومين للبت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة ثم تعلن النتيجة وتنشر في الجريدة الرسمية بعدها يتم استئناف أدعايا الانتخابية بجولة الإعادة وتقديم الطعون يتم قيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة وخلال عشرة أيام يتم إجراء فصل في الطعون بالمحكمة الإدارية العليا يتم نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الجمهورية والأخبار تتوقف بعد ذلك الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الانتخابي لانتخابات الإعادة في الخارج بالتوقيت المحلي لكل دولة تنطلق انتخابات الإعادة في الخارج لمدة ثلاثة أيام يعقبها توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الانتخابي لانتخابات الإعادة في الداخل لتنطلق ولمدة ثلاثة أيام انتخابات الإعادة في الداخل تنتهي بعد ذلك عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع إلى جانب إعلان الحصر العددي للأصوات ولمدة يوم واحد تتلقى بعد ذلك الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة وتبت فيها ثم يأتي الإجراء الأخير بإعلان نتيجة الانتخابات الهائية يتم نشرها في الجريدة الرسمية ترجمة نانسي قنقر